يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصمون كيف يزكون كيف يحجون كيف يعمروا بالمعروف ويهنى منكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونوا مع أهليهم كيف يدعون ما حظم الله عليهم يتعلمون يقول النبي مكيم عليه صد و السلام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نرحب بكم في حلقة جديدة في لقاء جديد نحن ذا في الحلقة السابعة من مهارات التفكير نتحدث مرة أخرى عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لكم نرحب بكم نتمنى أن نقدم لكم الممتع المفيد الليلة حديث نبي لله سبحانه وتعالى سيكون منصب عن ما نسميها مهارات معالجة المعلومات والبيانات كيف نستطيع أن نقوم بعملية التفكير من أجل معالجة البيانات أثناء عملية التعلم نقدر نسمي حلقتنا الليلة نقدر نسميها حلقة أعد اكتشاف تعلمك تعلم كيف تتعلم نبغى نجاوب الليلة على مجموعة من الأسئلة السؤال الأول ما العلاقة بين مهارات التفكير وبين مهارات التعلم هل التعلم سيؤثر في مهارات التفكير هل هناك فرق بين عملية التعليم والتعلم سنجاوب أيضا على سؤال مهم جدا ما الفرق بين التعلم التقليدي وبين التعلم نسميه التعلم النشط وما هو دور المتعلم اليوم في التعلم النشط وهل مهارات التفكير أصبحت واجب وأصبحت ضرورة بالنسبة للمتعلم أيضا سنتحدث اليوم بذن الله سبحانه وتعالى عن نظريات حديثة في التعلم سنتحدث عن بلوم ومستويات بلوم في التعلم سأتحدث اليوم أيضا عن ثرنضايك ومستويات ثرنضايك أيضا في التعلم سأتحدث اليوم بذن الله سبحانه وتعالى عن نظريات أزبع وما يسميها التعلم المعتمد على المعنى وكيفية تطبيقها سأتحدث عن التعلم النشط فسأتحدث عن نظرية بياجيف التعلم معتمد على الاستكشاف سأتعلم من كيف نستطيع أن نتعلم هذا هو محور حديثنا في الحلقة اليوم سأتكلع عن معالجة المعلومات وتحليلها سأتكلع عن مهارة التطبيق ومهارة أيضا التفسير ومهارة أيضا التلخيص ثم في الأخير مهارة الربط بين الأنماط المختلفة وبين المعلومات اللفظية ورحب بكم في هذا اللقاء أنا محمد العامري وشاركنا أيضا مجموعة من إخوتي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة واللي دينا يشاركون معي في الحلقات السابقة كلها وأنا أشكرهم حقيقة على انضباطهم وأشكرهم على حرصكم للتعلم هم يتحون لنا فرصة رائعة للتعلم اليوم سيكون عندنا الشئين سيكون معنا الصبورة وسوف أشرح من خلال الصبورة واستخدمها أيضا في عملية الكتاب والترخيص وكذلك سيكون معي مشاركات الزملاء من خلال مداخلاتهم فهم أصبحوا معنا خبراء ما شاء الله عليهم عندهم إضاءات جميلة ويكفينا هذه البسامات المشرقة منهم وسأتحدث أيضا على ضوء هذا الكتاب اللي هو كتاب مهارات التفكير من إصدار الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أرجو منكم العودة لموقع الأكاديمية للطلاع على هذا الكتاب للطلاع على محتوى أيضا معرفة تفاصيل هذا الكتاب بشكل أكثر وأتمنى منكم دائما أنه للطلاع على موقع الأكاديمية ففي موقع الأكاديمية ستجدون دائما تصوير للحلقة وتلخيص أيضا نصي الموجود لكل الكلام الذي قلناه في الحلقة كذلك ستجدون أيضا مساعدات ومنظمات صورية ممكن الاستفادة منها في عملية الدراسة في الحلقة أنصح الجميع بالطلاع على تجربة الأكاديمية الإسلامية المفتوحة من غير مسجدين فيها أما منطلافها فهم يعرفون مثل هذه المعلومات إنما أنا أتحدث الآن للجمهور بشكل عام وأتمنى مننا جميعا أن نطلع على هذه التجربة الرائدة في التعلم مرحبا بكم مرة جديدة وخلونا اليوم نسأل سؤال يا ترى ما الفرق بين التعلم وبين التعليم نسأل سؤال هل التعلم مهم له مهارة التفكير حتى أصبح متعلم جيد أم أنني لا أحتاج للتعلم مهارة التفكير أنا فقط أحتاج أتعلم وأدرس ثم ذاك سأنجع أول شي سنبدأ نتكلم عنه اليوم الطريقة التقليدية في التعلم وما الذي أنتجته هذه الطريقة التقليدية في التعلم لنا من مخرجات نحن في عملية تعلمنا خلنا نشوف عندنا شيء لما تحدث عن الطريقة التقليدية في التعلم زمان لو تذكروا كلنا في المدرسة كنا قديما كان المطلوب من المعلم قبل فترة الاختبارات أن ينتج ورقة اسمها ورقة الأسئلة فالمعلم عليه أن يقوم بوضع ورقة سمى ورقة الأسئلة يضع فيها مجموعة من الأسئلة هذه الأسئلة سمى ورقة الأسئلة ويضع أيضا معلم ورقة أخرى سمى ورقة الإجابة النموذجية ورقة الإجابة النموذجية معناها هي عبارة عن إجابات لكل الموجود المقرر ويقوم بعملية تفصيلها مثلا عندنا 35 درجة فيفصلها على درجة 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 نص 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 ويضع لها درجات يوم الاختبار المفترض ان الطالب لما يدخل لقاعة الاختبار توضع امام ورقة الاسئلة والمفترض ان ورقة الاجابة اين موجودة موجودة في ذهنه وبالتالي الطالب الجيد هو الطالب الذي يستطيع ان يجاوب على كل اسئلة اجابة نصية فمتى نقول ان طالبنا فلان طالب متميز اذا كان من نمط الحفيظ اذا كان من نمط الحافظ تماما نصا كل ما موجود في ورقة الاجابة النموذجية يحفظه بالتالي يستطيع أن ينقله إذا من الطالب المتميز في المرحلة التقريدية؟ كان هو الطالب الأكثر حفظاً ليس الطالب الأكثر فهماً فمعنى ذلك لو أن طالباً ما استطاع أن يعني يفهم المسألة بشكل مختلف ثم جاء في اليوم الاختبار وأعطانا وجهة نظره الطالب جاوب وجهة نظره هل تتوقع أن مثال الطالب سيفينجح سوف يحصل على درجة متميزة؟ الإجابة هي لا للأسف مع كل تقديرنا وكل نظريات التعلم لكن نحن نضع الأجابة كنا وفقاً وفقاً لورقة الإجابة النموذجية فلما أخطبت التصحيح سأقارن ورقة الطالب مع ورقة الإجابة النموذجية إذا تطابقت سأعطي الطالب درجة 35 إذا كان في اختلاف اه اوكي إذا كان والله الطالب هذا ممكن أن يرصب وأنا أعرف أن الطالب جيد قد أعطيه نسبة نوعاً ما أن أتجحه بتقدير مقبول حتى لا أشعر بالألم من نفسك كمعلم لكن حقيقة ليس من حق أن نجح لأن نجاوب بطريقة مختلفة عن ورقة الإجابة النموذجية هذه الطريقة الكلاسيكية في التعلم ولدت عندنا عدد كثير جداً من المتعلمين هدفهم الأساسي الحفظ ولذلك حتى مهارات القراءة ومهارات الاطلاع كلها قتلت في بفوس بعض مننا يعني لما آتي أقرأ كتاب أنا هدفي مش أفهم الكتاب هدفي كيف أستطيع أن أحفظ الكتاب لاحظوا الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كانوا يقولون في عملية التعلم كانوا يقولون كنا لا نتجاوز العشر يقصدون العشر من الآيات لا نتجاوزها إلا إذا حفظناها وفصرناها وفهمناها وعملنا بها إذن هناك مستويات عندهم للتعلم اليوم هل هذه المستويات موجودة عند أبنائنا هل هذه المستويات تستدعي عندنا عملية التعلم لو كانت والله المسألة كلها مسألة حفظ نصي فقد لا نحتاج لمهارات التفكير العليا يعني مهارة التحليل والتركيب والتقييم قد لا نحتاجها لأن هذه المهارات بالنسبة لي لها تساس فيها هو مهارة الحفظ أما إذا كنا نقول لا نحن نريد أن نخرج متعلمين مبدعين نحن نريد أن نخرج موهوبين وناس عندهم قدرات نحن نريد أن نخرج ناس عندهم القدرة بالثقة بأنفسهم نحن نريد أن ننتج علماء معنى ذلك أننا يجب أن نتجاوز الحفظ إلى أن نصل المراحل أعلى وقد يفهم البعض كلامي أن يقول أن الحفظ مستوى قاصر أو أنه مستوى سيء هذا ليس صحيح إنما الحفظ هو مستوى ومدخل للباب لأدي لعملية الفهم تخيلوا معي قصر كبير ومشيد هذا القصر هو قصر التعلم وباب هذا القصر هو مرحلة الحفظ فبالتالي أنا لا أكتفي بباب بل أنا أتكلم عن كل القصر المشيد والمنيف هذا القصر الجميل يجب أن أستطيع أن أستمتعبه كله كامل أو أقول أنها بستان فتخيل معي أن هذا البستان له ماذا؟ له نافذة ثم داخل هذه النافذة توجد أيضا عندنا طرقات له نتكلم عن التعلم ماذا ننظر الآن للتعلم وعملية التعلم من النظريات المهمة جدا في عملية التعلم لما نتكلم عن التعلم إن عندنا شيء أساسي في التعلم إن عندنا أمر أساسي مهم جدا أن ننظر لمستويات التعلم بداية عندي سؤال مهم جدا نسأله لنا جميعا ما الفرق بين التعليم والتعلم كلمتين قريبة البعض التعليم والتعلم لو نظرنا الآن كعملية مقارنة فهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا حتى نفهم لماذا نحن ندرس مهارات التفكير للعلم نحن لا ندرس مهارات التفكير وندرس مهارات التفكير للمتعلمين من أجل أنها مادة دراسية بل هي مادة مساعدة يعني كيف مساعدة؟ يعني أنها ستدخل في كل المواد فهي مهارة أساسية لكل متعلم ولذلك يجب على المتعلم ويجب على المعلم أن يفهم نحن كيف نتعلم إذا خلونا نسمي حلقتنا هذا بإسم بنحط عنوان لحلقتنا ماذا سنقول قاعد اكتشاف التعلم او تعلم كيف تتعلم عشان نتعلم كيف نتعلم خلنا نفهم العمليتين اللي تتم بالتوازي عندنا عملية اسمها عملية التعليم وعندنا عملية اسمها عملية التعلم والفرق بينهم كما تشاهدون فقط ماذا ياء يعني ياء فقط هو الفرق بين التعليم والتعلم طيب انا اريد فروقات يلا ساعدوني اعطوني انتم فروقات ارجو من كل واحد منكم من كل واحدة منكم اخواتي المساعدات ان يكون معه ورقة وقلم ويسجل معنا اليوم اشير فروقات صدقوني حلقتنا هذه ليست مهمة لنا نحن في افراد فقط ليس مهمة لنا في طلاب فقط في الاكاديمية بل مهمة ايضا لابنائنا ومهمة ايضا لمجتمعنا بالكامل ان نفهم كيف تتم عملية التعلم وبالتالي نزيد من امكانيات فرص نجاحنا وتنمية قدراتنا الموجودة في داخلنا اذا خلنا اسألكم سؤال ما الفرق بين التعليم والتعلم شاركوني منوشارك لمنوشارك 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 لمنوش بين ملقي وبين مستمع فأنا دوري فقط ماذا؟ مستمع أستمع إذن تلقين إذا أقدر أقول أنا هنا أن عملية التعليم سيقلب عليها نمط التلقين ما بين متعلم ومعلم طيب ويه التعلم؟ التلقي التعلم هو التلقي إذن أنا من مسؤول عنها؟ أنا أتلقى؟ إذا هنا نقول عنها عملية التلقي كيف أستطيع تلقي المعلومة؟ التلقي طيب هل التعلم الآن واجبي أنا أم واجب المعلم؟ واجبي أنا كمتعلم إذن نقدر أن نقول أيضا أن هنا الدور الأكبر لمن؟ للمعلم طيب هنا الدور الأكبر لمن؟ للمتعلم نفسه أنا كمتعلم عندي مهارات يجب أن تكون أكثر حتى أستطيع أن أنجح هذه المهارات هي مهارة البحث العلمي، مهارة الحصوة المعلومة، مهارة تفكير العليا إذا أنا أحتاج هنا الآن إلى مهارات اسمها مهارات تفكير العليا طيب لاحظوا معايا الشيء التالي في التعليم دور متعلم إيش يكون دور متعلم هل دوره نشط ولا سيكون دوره متلقي فقط نشط دوره نشط في التعليم في العادة أنه في التعليم سيكون دوره مالو دوره هو متلقي متلقي يعني مستمع فقط فهو دوره يستمع المعلومة ولكن قد تكون أستاذ الكريم أنه في التعلم قد يكون دوره متلقي دائما أنه عنده القدرة على الطلاقة وعنده القدرة على البحث إذا هنا دور المتعلم سلبي كيف سلبي؟ فهو دوره فقط أن يسمع ما يصله من معلومات أما هنا في التعلم هو دوره محوري كيف يعني محوري؟ أن كل التعلم سيتم من خلاله وبالتالي هو محور عملية التعلم بمعنى نقول الآن هنا التعلم يحصل عندنا من خلال المحور خلني أسألكم سؤال شوفوا معي القصص اللي وردت في القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام وتعلمه من الخضر هل كان التعليم أم تعلم أم كلهما؟ لا بس هناك يعني التعليم والتعلم كلهما كلهما جدا رائع إذا لاحظوا معي في أشياء كان موسى يتسأل وهذه النوع من التعلم وفي أشياء كان يعني الخضر عليه السلام كان يعطي معلومات وبالتالي عندنا تعليم لكن لم يكن موسى سلبيا ولم يكن أيضا الخضر يعني غير موجود في الدور كلهما يعملون سوا طيب في قصة الآن قابيل وهابيل وقتلهم وثم جيلة القراب عندما قحصت قصة القراب ونزول القراب هل كان هناك عندنا مصدرين للتعلم؟ تعلمين؟ نعم عند النشاط الآن يحصل شيء نلاحظه شيء نحكم نحن عليه لذلك عملية التعلم والتعليم هي تعتمد أساسا على التوازن بين المحورين بين عملية التعلم وبين عملية التعليم إذا خلونا نتفق أول شيء اتفاق أن التعليم هي عملية تلقين وهي تفاعل بين معلم وبين مجموعة من المتعلمين ونعنا فيها بطريقة إيصال المعلومة وإذاك نستطيع أن نقول أن هنا الأساس عندنا في عملية التعليم الأساس عندنا شيء اسمه طرق التدريس نحن ما نبحث عنه هي طرق التدريس كيف أدرس؟ أنا في الكلية أدرس كيف أدرس؟ طيب وفي التعلم في التعلم هي عملية اكتساب أنا أكتسب المعلومة فأنا كيف أستطيع أن أحلل وكيف أستطيع أحصر المعلومة وكيف أستطيع أن أقوم بعملية جذب المعلومات لها أنا كيف أكتسب مهارات البحث العلمي وذلك هنا الأساس عندنا في عملية التعلم العملية المحورية عندي في عملية التعلم هي طرق التعلم نسميها طرق التعلم أنا كيف أكتسب المعلومة وكيف أستطيع تعلم فكلما كان متعلمنا يعرف طرق تعلم أكثر كلما كان عنده القدرة أكثر على التعلم عنده القدرة أكثر على الحصول على المعلومة إذن نحن نحتاج اليوم في هذا الدرس الشيء التالي نحتاج كيف نستطيع أن ننمي مهارات التعلم عندنا ولا نتحدث فقط عن مهارات التعليم فمهارات التعليم سوف تحصل هي مهارات تدريس التعليم هما مرسوا الآن لكن التعلم هما تمارسوا أنت وأنت أختي الكريمة وأخي الكريمة موجود هنا خلف الشاشة أنتم لا ألم تشاهدون هذا البرنامج وتشاهدون هذه الحلقة وتسألون وتطلعون أنتم تمارسوا الآن التعلم ولذلك نستطيع أن نقول بأن التعلم ذاتي من داخلي أما التعليم أساساً لابد من وجود مدرسة طيب في شيء غريب أنك تعلم في العادة تعليم مخطط له يعني كيف؟ يعني هذا التعليم مخطط له وبالتالي هو ممكن نحطه في بيئة ممكن لازم يحصل في بيئة مخطط لها أما التعلم غير مخطط له ممكن يحصل من أي مكان أنا ممكن أتعلم من التلفزيون الآن ممكن أتعلم الآن من كتاب هذا ما له غير محكم يعني كيف؟ ممكن يحصل في أي مكان وفي أي بيئة غير ضابط ولذلك هو خطير لماذا؟ لأنه لا يمكن السيطرة عليه ابني ممكن يتعلم بعض السلوكيات من أصحابه ورفقته وبالتالي يجب أن أمارس نوعا ما يعطي ابني مهارات عالية حتى يعرف يستطيع يحلل ماذا يتعلم إيجابيا وماذا يتعلم سلبيا كلهما يعطي خبرة التعليم يعطي خبرة والتعلم يعطي خبرة التعليم في العادة يعطي خبرات تسميها خبرات موجهة يعني مثلا الآن في المدرسة أو في الجامعة هناك وزارة اسمها وزارة التعليم معنية أساسا بوضع شيء اسمه المنهاج ما المقصود بالمنهاج؟ هي كل الخبرات التي تسمح المدرسة أو الجامعة بتقديمها للمتعلمين هذه الخبرات التي سمحت بها وفق سياسة اسمها السياسة العليا للدولة إذن السياسة العليا للدولة والمنهاج الهدف منه ضبط الخبرات المتقدمة للطالب وبالتالي استطيع أن نقول أن التعليم في العادة هناك منهاج وسياسات وقواعد وأصول تضبط ما الذي سيتم تعلمه تفقنا على هذا الأمر؟ أما التعلم فلا يجد عندنا ضابط ولذلك ممكن شاب يقرأ كتاب ثم قد يحصلوا تحولات فكرية من خلال قراءته طيب لماذا ندرس مهارات تفكير حتى نعلم المتعلم أن يكون انهقدا فهي عرف أنني أقرأ هذا الكتاب وهذا النص طيب أنا عندي عقيدة وعندي دين فأستطيع أن أنتقد وأستطيع أن أرد ويكون عندي الحجة ولذلك نحن ندرس مهارات التعلم من أجل تنمية مهارات تفكير عند المتلقي حتى يستطيع أن ينتقد ويعرف في ماذا يبدع إذن هدفنا من دراسة التعلم أن نستطيع أن نعرف كيف يتم عملية التعلم طيب يلا خلونا نبحث الآن عن سؤال قد يكون التعليم شيء معروف خلاص أصبح معروف اليوم بل أن أكثرنا يعرف أن التعليم هو عبارة عن عملية إكساب معلم ومتعلمين لكن التعلم هو ما يحتاج أن نتعرف عليه أكثر اليوم بتكون في حلقتنا دراسة شوية لبعض النظريات لتركز أكثر على التعلم بس خلوني أول شيء أسألكم سؤال ما الذي تعلمناه حتى الآن الشيء اللي استفدناه حتى الآن في مقارنة بين التعليم والتعلم شاركوني شباب شاركوني وحرنا أيضا نسوي يعني كده تحديث المعلومات المشاركين معنا تفضلوا ماذا استفدنا في التفريق بين التعلم والتعليم تفضل الشيخنا التعلم يكون ذاتي التعلم يكون ذاتي رائع أما التعليم أما التعليم يكون من المدرس والمعلم اذا التعلم سيكون داتي اما التعليم سيكون من المعلمين والمتعلمين رائع هذا الكلام ايضا فروق اخر التعليم يكون منضبطا يا سلام هذا الكلام جميل التعليم سيكون منضبط التعلم ترق التعلم غير منضبط سيكون غير منضبط وبالتالي البيئة عنده ما نستطيع التحكم فيها وهذا يحتاج ان نعطي مهارات للمتعلمين جدا رائع التعليم يكون في مكان محدد ولكن التعلم يعني يحصل في اي مكان رائع إذن التعلم يحصل في أي مكان وغير منضبط والتعلم أيضا مهارات أساسية تكون معي على مستوى الحياة طيب كما نحن ندرب المعلمين والدكاترة والطلاب الجامعة لما سيكونون معلمين كما ندرسهم على مهارات التدريس ألا يجب أن نعلم المتعلمين على كيف يتعلمون بالتالي يجب أن يكون عندنا فكرة نحن كمتعلمين نعرف كيف نتعلم ما هي الطرق المفضلة لنا في التعلم ما هي أنماطنا في التعلم ما الذي يؤثرنا في التعلم قد يكون أخي الكريم قد يكون أختي الكريمة أني أنا طالب متميز لكني لم أكتشف حتى الآن نمطي الأفضل في التعلم وهذا يخلي قدراتي تكون أضعف وبالتالي لو أنني اكتشفت نمطي الأفضل في التعلم واكتشفت أسلوبي الأفضل في التعلم قد أزيد طاقتي وأزيد إمكانياتي في التعلم يلا خلونا الآن نتحرف على ما هو تعريف عملية التعلم التعلم هذا له تعريف أكيدنا له تعريف لأن إحنا نعرف الآن أن التعليم هو عبارة عن عملية إكساب المعلومات وهي عملية تفاعل بين معلم ومتعلمين هذه عملية التعليم طيب التعلم ما تعريفه التعلم له تعريف أتيكسون ورفقائه عام 1900 أتيكسون ورفقائه هذا أتيكسون ورفقائه مجموعة من العلماء التعلم حطوا عام 1993 حطوا تعريف للتعلم يسمى تعريف أتيكسون لماذا نرجع لهذا التعريف دائما محوريا لأن اليونسكو وهي المنظمة المؤتمدة في عملية التعلم على مستوى العالم انتدبت مجموعة من العلماء من أجر وضع تعريف التعلم هذا العلماء لم يجرسوا يجتمعوا يوم ويومين مدة سابع سنوات من الدراسة والبحث حتى يستطيع أن يحصل لهذا التعريف والتعريف أساسا كثير من علماء التعلم يتكلموا عنه هيلغارد واحد من علماء التعلم الكبار يذكر نفس التعلم ماذا يقول أتيكسون وتعريفه؟ التعريف أتيكسون هو نفس تعريف شخص آخر اسمه هيلغارد وهذا التعريف هو تعريف أساسي في عملية التعلم يقول فيه أن التعلم هو عبارة عن تغير تغير دائم نسبي في السلوك ينتج عن ممارسة يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني لاحظوا معي هذا هو المتعلم هذا الآن خبرة المتعلم قبل التعلم خبرة المتعلم ثم بعد ذلك حصلت عندنا الآن خبرة حصل تغيير فالمفروض أن تحصل عندي الآن خبرة جديدة هذه خبرة المتعلم الجديدة الآن متى أقول أن المتعلم تعلم؟ إذا حصل انتقال إذا حصل تغيير في عملية التعلم كان عنده خبرة وبعد التعلم حصل عنده خبرة جديدة هذا الانتقال يجعل المتعلم يستطيع يتجاوز الصعوبات في عملية التعلم إذا كان هذا الآن حاجز يمنعنا عن عملية التعلم هذا الحاجز فالمتعلم يستطيع الآن تجاوز هذه الخبرات الموجودة عنده إذا نعيد مرة ثانية تعريف التعلم لأتيكسون ماذا يقول هو أهل القرد؟ يقول أن التعلم هو عبارة عن تغير دائم نسبي في السلوك ناتج على الممارسة يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أني لو أنا تعلمت لا يكفي أن أتعلم معرفيا مثلا درس الوضوء أنا الآن طفل صغير فما عرف أتوضى فحضرت عند أحد المعلمين فعلمني الوضوء فأنا الآن شفتوا كيف أتوضى أنا حصلت على معلومات معرفية ثم بعد ذلك أحصل على مجموعة من مهارات كيف أغسر يديك؟ كيف أغسر رأسي؟ لما أتي عند مسح الرأس كيف سأمسح رأسي؟ هذه المعلومات تعطيني كيفية التعلم كيف أتوضى فإذا ما مارست الوضوء بشكل صحيح وإذا وجدتني بعد وقت الصلاة تجدني أتوضى وبشكل صحيح معنا ذلك أنني تعلمت أما إذا كنت أنا أحفظ الآن درس الوضوء وأحفظ أركان الوضوء وأحفظ الآن سنة الوضوء لكني ما أعرف أتوضى إذن لم يحصل عندي تغير لم يحصل تغير في السلوك إذن هذه الإجابة هذا يوضحنا شيء مهم جدا أن التعلم لا يقصد به المعرفة إنما التعلم يقصد به ماذا؟ السلوك وممارس السلوك طيب من أجل ممارس السلوك تحصل عندي لابد من وجود مهارة وهذه المهارة لن تتولد من مجرد معرفة كما اتفقنا إذن هي عبارة عن تغير في السلوك هذه المهارة التي تحصل من خلال مستويات تفكير تحتاج مني أن يكون عندي قدرة على التفكير أعلى إذن سؤال هل المتعلم حتى يصل مستوى المهارة العلية يكون سلبي أم يكون فاعل ونشط يجب أن يكون فاعل ويجب أن يكون نشط طيب كيف نستطيع أن نجعل المتعلم عندنا فعال ونشط حتى يستطيع انتقال خبرة من خبرة قبل التعلم إلى خبرة بعد التعلم إذا أصبح هذا المتعلم عنده مجموعة من المهارات العلية تساعده على التفكير هنا ظهر عندنا واحد من علماء يعني الآن ثالثة شخصية سأذكرها اليوم اللي هو واحد اسمه ثوران دايك وانا معلش يعني لقد لا أذكر أسماء كثيرة عربية في هذا اللقاء لكن ذلك لا يعني أن ما عندنا علماء مسلمين جهاب في موضوع التعلم سأذكرهم في السياق إنما يجب أن ندرك تماما أيها الأحبة أن المؤمن يعني يبحث عن ضالته وهذه ضالتنا إذا كانوا هذين الغربين سبقونا في هذا المجال ننظر لعلومهم علم تجد أن الرسول عليه السلام هاجر ودليله كان مشرك إذن نحن ننظر للأشياء الموجودة عندنا علم تجد أن الرسول عليه السلام استفاد من خبرات الأقوام الأخرى إذن هذا بل أنه كانت يعني ننظر للطبيب وننظر لغير إذن نحن نستفيد من كل خبرات تجارب الأخرى لا نستنكف أبدا إن كان الشيء هذا فيه فائدة لنا نتعلمه وحتى نكون أمناء يجب أن نقوم بعملية يعني نسبة العلم لأهله فنقول هذا من بحث وهذا من الدقة إذن أنا عندما أذكر هذه الأمثلة لا يعني أننا أقول الله تكسر وأعظمه أو أنهي القرد إنما أنا أذكر لك البحوث اللي حصلت في هذا المجال طب خلنا نشوف الآن من الناس اللي بحثوا عندنا في العالم العربي في هذا المجال من الناس المبدعين في هذا المجال عندنا عالم جليل جدا في العالم العربي وهو جابر عبد الحميد جابر جابر عبد الحميد جابر وضع كتاب اسمه السيكولوجية التعلم في كتاب جابر عبد الحميد جابر السكليجية التعلم ذكر لنا شيء رائع جدا عن جابر عبد الحميد جابر ماذا يقول جابر عبد الحميد جابر يقول جابر عبد الحميد جابر في كتابه السكليجية التعلم أن الهدف الأساسي من وجود المدرسة هي إكساب لاحظوا هذا التعريف الجيد هي إكساب المتعلم مهارات حل المشكلات والقدرة على التفكير والتنمية مهاراته على إيجاد بدائل تجعل لديه القدرة على التكيف مع مجتمعه وتجعل منه مواطن صالح إذن ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الهدف الأساسي من مدرسة ليس حشو أذهان أبناءنا بالمعلومات بل مساعدته مع التفكير وتنمية قدراته مع التفكير العليا هذا التعريف لوضعه جابر عبد الحميد جابر للمدرسة ينقل لنا المدرسة من مرحلة أنها تبحث المدرسة عن وضع أكبر عدد من الكميات والمعلومات عند الطالب للتركيز على السلوكيات ومساعدة الطالب على التعلم أعطيكم مثال في ماريزيا درسوا الأسباب اللي تأدي أن المجتمع يكون عندهم زحمة زحمة مرور عدم احترام الأنظمة مهاتير محمد كان واحد من ناس مهتم بهذا الأمر وجدت دراسة نظروا في شيء غريب أن سبب الزحمة الموجودة عندهم قد تكون في المدرسة ثان في المدرسة وجدوها في طابور الصباح وجدوها أيضا موجودة على المخصف عندما يتدافع الطلاب على المخصف وقولوا أنا بريال ألف ريال ألف ريال هذا معناه أنه كل ما تعلمناه من مهارات التفكير مهارات النظام نحن نفقده الآن وإذلك قال لك يجب أن نصلح نظامنا التعليمي حتى تصطلح السلوكيات خارجيا هم لم يعتمدوا الآن على شرح درس عن مهارات التفكير بل هم يعتمدون الآن على تفكير أن نصبح الطالب عند القدرة على التفكير سلوكيات الطالب تتنظم أفكار الطالب تتنظم إذا ما نحن نحتاجه أيها الأحبة أن نركز على السلوك نركز على تعديل السلوك ليس فقط أن نجعل طالبنا طالب متلقي نحشي ذهنه بالأفكار نحن نحتاج في المدرسة الحديثة أن ننمي مستوى تفكير طلابنا حتى نصل لمستويات تفكير حرية طيب خلنا نشوف ترندايك ماذا يقول ترندايك واحد من علماء التعلم المشهورين ترندايك هذا مشهور بشيء غريب أنه من أول التربويين اللي ألف في مجال من نفس التربوي فترندايك وضع مستويات سمى مستويات التعلم من مستويات التعلم لوضعها ثلندايك أنه وضع عندنا مستويات للتعلم ماذا يقول فيها يقول ثلندايك مستويات التعلم الشيء التالي أولا عندنا مرحلة أولى مرحلة تسمى المرحلة الصفرية ماذا مقصود مرحلة الصفرية هي مرحلة أن الطالب فقط يحفظ المعلومة طيب ليس سميها صفرية البعض يفهم هذا الكلام أنتم والله ما تتكلمون بشكل جيد عن الحفظ لا هو يرى أن هذه المرحلة الصفرية معنها بداية تعلم أول مرحلة وضعها هي مرحلة الصفر في بداية التعلم أول مرحلة هي الصفر أن يكون عندي الصفر الآن في عملية التعلم صفر فسمىها المرحلة الصفرية وقال عندنا هذه المرحلة اسمها مرحلة الحفظ والاعتماد في هذه المرحلة الحفظ هو اعتماد على الحواس الخمس أنا ما أسمعه أنا ما أراه أنا ما ألمسه هو ما أدركه وبالتالي أنا الآن فقط تسأني عن ما سمعته أو ما لمسته وذلك كان زمان اللي تذكرون في المدرسة دائما المعلم يسألنا سؤال مثل سؤال كالتالي عرف مثلا عرف الكثافة الناس هنا يجابون بما سمعوا ليس ماذا خبروا إذن هذا المستوى الأول هو مستوى الحفظ وذلك لا يعني أرجوكم لا يعني أن مستوى الحفظ مستوى ضعيف أو أنه غير مجدي بالعكس هو مستوى جيد لكن يجب أن يتبعه مستويات علية أعطيك مثال تخيل لو أن طالبنا حفظ قل هو الله أحد الله الصمد ثم تسألوا السؤال ما معنى الصمد؟ هيا عرف طب هل هكذا نستطيع أن نقول أن هذا هو الأمر نابو في حرض القرآن؟ نحن أمرنا بتفهم القرآن تدبر القرآن وذلك نحن نحتاج المهارة أعلى أعلى من محارة الحفظ إذن بعد الحفظ عندي مستوى أعلى ومستوى الفهم هذا مستوى رقم واحد أن أفهم مستوى الفهم هذا الفهم يجعلني أني أنا أبدأ الآن أركز على شيء جديد أن أفهم ما أهمية هذا الشيء الذي حفظته في حياتي هذا كلام كله لثوراندايك ثوراندايك واحد من العلماء التعلم الكبار إذن ثوراندايك يرى عندنا مستوى الأول صفري بعد ذلك يأتي عندنا مستوى الفيلم أن أفهم أهمية ما تعلمته في حياتي كيف أنه مهم في حياتي؟ أنا مثلاً الآن تعلمت التيمم طب أنا كطالب إذا لم أفهم أهمية التيمم ودرس التيمم ما أنا ذلك لم أدركه لم أدرك أهميته أنا أفهم الآن أتعلم مثلاً غصر الجنابة أنا أعرف الآن أهميته في حياتي الحج العمرة إذا أبدأ الآن أتعرف أهميته في حياتي أستشعره وإذلك مستوى أعلى بعد الحفظ مستوى الفهم ثم بعد ذلك عندي مستوى أعلى هو مستوى التطبيق ماذا يعني التطبيق؟ أن أطبق وهذا المستوى هو رقم اثنين عندنا التطبيق أن أطبق طيب إحنا عندنا مشكلة أيها الأحبة في التطبيق إحنا ما نسمح بالمحاولة والخطأ نحن نريد أبناءنا إذا أعطيناهم واجب على طول حله صح ومتعودين إحنا ما نعطي واجب أنه مثلاً أنا المدرس أعطي ابني واجب ممكن الأم إيش سوي تأخذ القلم باليد للرصاص وتحل ابنها ألف 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 نجد الطالب في الصف الأول تدائي المعلم يعطيه حرف ألف ويقول له إنصخ ألف ثلاثين مرة ليش طيب؟ لأنه عندنا مهارة أساسية نريد أن الطفل يمسك القلم مهارة مهارة أساسية أن الطفل يقوم برسم الخط هذا والهمزة مهارة مهارة أساسية أن الطفل يبدأ ينطق الحرف آآآ جيد لكن الأم شاهدت ابنها كتب ألف ألف طيب شكله مش حلو فالأم أخذت القلم باليد للرصار عشان إيش يطلع مشابه الخط الطفل وتكتب له آآآ إحنا نربط بين نجاح أبناءنا بنجاحنا نحن نحن لا نسمح لأبناءنا أصلاً يطبقون بينما التعلم يقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ التطبيق والمحاولة والخطأ أنا أطبق وأحاول وأخطف أتعلم وبالتالي كلما تعلمت كلما أخطأت كلما تعلمت أكثر الناس سألوني السؤال عن مهارات تفكير ما هي مهارات تفكير هي مهارات التعلم من التطبيق إن كلما طبقت أتعلم وذلك ممكن مرة وحدة وطبق ممكن مرتين لكن هذا يكفي في التعلم ثم المستوى الأعلى هو مستوى التوليد هذا المستوى رقم كم؟ ثلاثة توليد المعلومة يعني كيف توليد المعلومة؟ أن المعلومات اللي حصلت عليها أنقلها في مسارات جديدة أنا تعلمت الآن درسا ما؟ هذا الدرس أسأل نفسي سؤال كيف أطبقه في أسرتي؟ كيف أطبقه في عملي؟ كيف أطبقه مع أبنائي؟ فهو توليد المعلومات بشكل جديد إذن أنا متكلم عن التوليد أعني نقل أثر المعلومة إلى مجالات جديدة في حياتي متى نقول أن فلان تعلم إذا استطاع أن ينقل هذا الدرس من داخل الصف إلى حياته؟ أصطحب هذا الدرس معه في حياته أما إذا كان هذا المتعلم يحفظ الدرس صماً وفي الاختبار ينجح تقدير مئة بالمئة لكنه في الحياة يصدم ما يصدع ينجح إذن لم يتعلم؟ إذن هذا الأمر يستدعي مننا أيها الأحبة أن نسأل سؤال ما هي أهمية مهارات التفكير؟ هي المهارات التفكير هي المهارات التي تستطيع أن تنقلنا من مرحلة الحفظ إلى مرحلة التوليد أن أستطيع أن نولد المعلومات الجديدة طيب كيف أستطيع الآن أن أنتقل من مرحلة الحفظ إلى الفهم إلى التطبيق إلى التوليد؟ لا بد هنا أن أتحدث أيضاً عن نظرية أخرى مهمة جداً لنا في التعلم أن ندركها هذا كان كلام ترندايك في التعلم من مهارات مهمة جداً واحد من علماء التعلم يسمى داشيل داشيل وضع نظرية يسمى النظرية التكرارية في التعلم وأنا حتى الآن أنا ليس هدفي الآن تتبع نظريات التعلم أنا هدفي أن أوضح لك الرابط الكبير بين أهمية التعلم وبين مهارات التفكير وأنه يجب أن يكون عندنا التفكير الإبداعي دائماً عند الطالب ولا يصبح طالبنا مجرد من مترقي سلبي إذا لاحظوا داشيل ماذا سيقول هذا داشيل؟ داشيل وضع نظرية يسمى نظرية التعلم لداشيل يسمى النظرية التكرارية ماذا يقول داشيل؟ يقول تخيلوا أن المتعلم شخصاً ما المتعلم هو موجود في النقطة A هذا المتعلم طالب الآن موجود يريد أن يصبح مهندس فالنقل أني أنا أدرس في كلية الهندسة وهدفي أن أصبح مهندس أنا الآن موجود في أي نقطة؟ أنا موجود الآن في النقطة A وهدفي أن أصبح في النقطة B أنا هدفي أن أصبح مهندس المتوقع في حياتي أن أتخرج فأجد حياتي ما شاء الله سلسة مباشرة أستطيع أن أفوز وأنجح في حياتي ويعين مهندس تخرجت من A من الكلية فمباشرة أنتقل لمين؟ الB هذا المتوقع لكني حقيقة أثناء التخرج وإلى الآن متجه نحو التخرج فجأة فاجأت بعايق أمامي إنه قالوا والله الآن اقتصاديات البلد لن تسمح أنهم يعينوني ما رح يعينوني فأنا الآن الواقع إني لما جيت أنا الآن أتحرك اصطدمت بهذا الحاجز هذا الآن الحاجز هو نسميه خطوة رقم كم؟ اثنين هذه كانت خطوة رقم واحد لحظوا الآن السؤال لكم هل الآن هذا فشل؟ لا هل هذا فشل؟ هل هذا فشل؟ هل هذا فشل؟ أم أنها محاولات هل أن هذه مجموعة من محاولات؟ أنا أحاول في هذه الخطوات رقم كم؟ ثلاثة هي مجرد محاولات في لحظة من اللحظات قد أصل لخطوة رقم كم؟ أربعة وبالتالي أنا أتعلم ثم أصل لخطوة رقم كم؟ خمسة وبالتالي أستطيع أن أنجح نحن نركز على تعليم أبنائنا الخطوة رقم دائماً نحب أن نعلم أبنائنا الخطوة رقم كم؟ خمسة أنه كيف يستطيعون النجاح لا نريد أن ندخل أبنائنا في خبرات سلبية ما نعلمهم رقم ثلاثة ولا نسمع حتى التعلمهم رقم ثلاثة رغم أنه لاحظوا رقم ثلاثة إذا لم أستطع أتعلم فيها فأني قد أدخل في مرحلة نسميها مرحلة الاحتباس ما معنى الاحتباس؟ أني أنا قد أحتبس هنا ما أستطيع أخرج فأكون محتبس في هذا المكان دائماً حياتي قلق دائماً حياتي معاناة ما أعرف حل المشكلات لماذا نحن نتعلم؟ أنا أروح لمدرسة حتى أستطيع أتعلم الخطوة رقم خمسة بس حتى أتعلم خطوة رقم خمسة لازم توريني كيف حصلت على الخطوة رقم الأربعة تقنيني بها ولازم تترك لي فرصة أني أمر بمجموعة تجارب أنا لا أقول معنا ذلك أني لازم نعرض أبنائنا للفشل إنما يجب أن نسمح نوع ما بنوع من الإخفاقات أثناء التعلم وهذا يحتاج منه أن الطالب عندنا يجب ماذا يفعل؟ يجب أن هو يجرب يجرب أنا أذكر ما زلت حتى الآن في مادة العلوم كان عندنا أحد المعلمين ماذا يفعل؟ يحضر المجهر يضع المجهر أمامنا ثم يقول من أجل كيف تستطيع أن تنظر للخلية النباتية وضع هو الآن قشرة بصلة وضعها تحت المجهر يقول ضع يديك خلف ظهرك ثم اقترب من البنش البنش اللي هي الطاولة ثم أقرب عينك لا تلمس المجهر إنما أنظر فقط من بعيد شاهد الخلية ثم ابتعد عن الطاولة ثم أرسم ما الذي شاهدته أنا والله كنت وأنا أدرس طالبة في المتوسطة كنت أتوقع أن هذه الخطوات العلمية لمشاهدة المجهر فإذا بي لما درست في الجامعة عرفت أن هذه الخطوات حتى لا يستطيع أحد يحرك المجهر فيتعب صاحبنا المعلم يعيد مرة ثانية تصديح من؟ المجهر وبالتالي اكتشفت أني ما أعرف حتى الآن أكتشف خلية نباتية مرة من مرات ذهبت عند أحد المعلمين يمارس تعلم نشط فوجدت ماذا يفعل؟ وحط قشرة بصلة ويقول للطلاب أنت قم بنفسك بأخذ قشرة البصلة أنت ضع عليها اليوت أنت ضعها في المجهر ما راح يخرب أنت ضعها على المجهر جرب قرب بعيد ثم أنت اكتشف تتوقع من من الطالبين سيتعلم؟ هل سيتعلم الطالب الأول الذي ينظر ثم يشاهد ثم يكتب أم الطالب الذي يجرب ويطبق ويتعلم؟ هذا هو عملية الممارسة والتعلم إذن هذا هو كلام صاحبنا داشيل داشيل يرى أن التعلم يجب أن يمر من خلال تجارب طيب ما المشكلة عندنا؟ أذكر أني في أحد الدول العربية كنت أقدم دورة دريبية جاتني أحد الأخوات قلت لي يا دكتور معليش؟ أنا بنتي والله تعبار في التعلم وعندها درجات مخفضة قلت لها كيف؟ قلت لي الصديق يا دكتور أني بنتي يعني مخفضة قلت لها لا 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 مخفضة كيف؟ لازم جيبي بنتك جابت بنتها فشفت البنت ما شاء الله بنت صغيرة يعني في الصف الثالث بدائي فهذه البنت رائعة جدا مهارات تفكيرها ممتازة فأسألها أقول أختي أين المشكلة؟ قال الصديق دكتور نجابة ثلاثة وتسعين نحن سنة نربط بين النجاح وبين نحن نحن ككبار نحن نربط بين النجاح أبنائنا بأنهم يتعلمون مرحلة طبيعية نتعلمون مرحلة طبيعية أن يمرون بهذه الدورة إنما إذا جعلناهم متلقين فقط يعني مستمعين فقط المعلومات إذا علمناهم الخطوة رقم خمسة فقط فلاحظوا معي ماذا سيحصل تخيلوا معي أن نحن إذا علمناهم خطوة رقم خمسة مع ذلك نحن نفترض أن الطريقة ستكون طريقهم سيكون بهذا الشكل لو قلنا فقط عندنا خطوة رقم خمسة فأن طريقهم سيكون حسب افتراضنا هو بهذا الشكل لاحظتم؟ يعني كأننا نقول لن تصادفكم يا أبنائي مشكلات في الحياة وأنكم ستنجحون فتتعينون مجرد تتخرجوا من الجامعة سيتتعينون وأن لا توجد صعوبات في الحياة وأن كل الحياة لا توجد فيها كبد وهذا غير ما قال الله سبحانه وقرآن الكريم إنما يجب أن دائما أنا أعلم ابني أن ابني عنده دائما تحديات وقدرة على قدرة أتجاوز هذا التحديات هو النجاح طيب هذا يعني اللابد أن ابني يكون عنده قدرة على التفكير وعنده مرونة في التفكير حتى يستطيع أن يتجاوز ابني التحديات الموجودة أمامه طيب خلنا نروح نشوف الآن نظرية جديدة بس قبلها خلني أسمع من الزملاء ماذا استفدنا حتى الآن؟ تفضل شاركوني الشيء اللي استفدنا حتى الآن من نظريات داشيل وما اللي استفدنا حتى الآن من نظريات فرندايك في التعلم؟ شاركوني مداخلات؟ أمالية التجربة والتكرار والمحاولات مهم يا سلام تبتل رائع أن التكرار والتجربة مهم؟ لحصول إلى الهدف أو الغاية يا سلام رائع هذا كلام جميل أيضا شاركوني تفضل؟ تعلمنا من هذا الدرس اليوم أن لا يكون التعلم موقوفا فقط على جميع المعلومات وحشد المعلومات والحفظ بل دائما أن نفهم كلما جمعناه ونتبقه في حياتنا يا سلام جدا رائع إذن هذا الآن الشيء اللي خرجناه حتى الآن من هذا الدرس خلنا نشوف الآن شيء جديد بالنسبة لنا من الناس علماء اللي سووا عملية بحث كبير جدا في التعلم بلوم بلوم اهتم بش كبيرا مبارحلة معارة التفكير بلوم بنجمين بلوم طيب بلوم ماذا يقول؟ بلوم هو أصلا متخصص من موضوع الاختبارات وهدف من خلال الاختبارات هو يسأل الآن سؤال يبغي يقيس مستويات المعرفة عند المتعلمين هل هذول المتعلمين فقط متلقين فيحصوا على المعلومة التعلم ولا يصلون مرحلة الاستنتاج والتحليل والتركيب وذلك صاحبنا بلوم وضع هرام سمناه هرام التعلم بهذا الطريقة هذا اسمه هرام التعلم إيش قال فيه في هرام التعلم؟ قال عندنا أول مستوى في التعلم هو مستوى التعرف معرفة عندي مستوى المعرفة ثم بعد ذلك عندي مستوى هو مستوى الحفظ تمام؟ ثم مستوى الفهم ثم مستوى التطبيق ثم مستوى التحليل ثم التركيب ثم في الأعلى التقويم إذن هذه مستويات صاحبنا بلوم يمكن الحفظ والمعرفة يدمجها سوا في ماذا؟ في شيء واحد فنقوى أنها مندمجة سوا إذا هي المعرفة أن أعرف معرفة نصية للشيء اللي أنا أريده جيد؟ هذا صاحبنا بلوم طب لاحظوا معي الشيء التالي بلوم ينظر أن هذه المستويات يجب أن تكون موجودة عند المتعلمين حتى يحصل عندنا التعلم طيب هذا الكلام حتى يتم بشكل منطقي معنى ذلك أنه نحن نبغي نسوي حيث تصعيد الجوهري شيء تصعيد الجوهري؟ من هو المعلم الجيد؟ من هو المتعلم الجيد؟ هو الذي يستطيع أن ينتقل بطلابه المستويات العليا في التفكير لمستويات من؟ التحليل والتركيب والتقويم طيب هذا الكلام لن يتم مثل الإلقاء فقط هذا لن يتم إذا كان عند متعلمين مهارات نحن نكسبهم إياها وأيضا إذا كان عندنا نحن كمعلمين مهارات نحن نكتسبها صح؟ طيب على هذا الأمر بدأت تظهر نظرية جديدة وهذه النظرية بلوم لن أغرق فيها كثيرا لأن أصبحت اليوم معروفة لكن بدأت تظهر نظرية اليوم في التعلم نسميها النظرية البنائية مية قديمة هي أغضب من المدرسة المعرفية النظرية البنائية لكن النظرية البنائية تعتمد على بناء الخبرات عند المتعلمين من روادها؟ بياجه يتكلم عنه لا بد أن نجعل المتعلمين يتعلمون من خلال الاستكشاف يعني لاحظوا معي الآن صارنا نتجر أن المتعلم أزود مجموعة المهارات كيف يتعلم ثم أجعله فرصة أن يدخلوا في عملية الاستكشاف وذلك بدأوا يتحدثون عن مهارات أساسية في التعلم يجب أن تكون موجودة عند المتعلمين نسميها مهارات التعلم من خلال النظرية المعرفية من خلال النظرية البنائية لجانية قلنا نشوف الشيء هذه النظرية تتحدث عن شيء اسمه الخمسة الخمسة خطوات يجب أن تكون معنا حتى يحصل عندنا تعلم خمسة أشياء خمسة خطوات أول شيء يقول لك رقم واحد دائما يقوم بعملية ساعد ابنك أن يكون عنده استعداد تأكد أنه كل شيء مستعدين نحن الآن للتعلم ثم بعدين يعطي فرصة للتعلم يجعل عنده قدرة على الاستكشاف أن يكون عنده استكشاف خليه يكتشف ثم بعد ذلك خليه الآن يعمل عملية استنتاج يبدأ في عملية استنتاج ثم تنظيم المعلومة يعطيه معرفيا تنظيم للمعلومة أعطي تنظيم للمعلومات ثم بعد ذلك عندي تعميم للمعلومة أنا أسعده على عملية تعميم التعلم لاحظوا الشيء الجديد عندنا هي مرحلة من؟ استكشاف صار عندنا الآن شيء جديد أن نخلي المتعلمين عندنا يمارسون عمليات الاستكشاف وبالتالي هم الآن يستكشفون خبرات جديدة هذا لم يكن محجود أول حين عندنا كان أول مرحلة تلقين لاحظوا أن التلقين موجود طرفين موجود موجود في مرحلة إيش؟ تنظيم المعلومة أني أنا أنظم الآن المعلومات المتعلب بعد أن أتركه يمر بعملية الاستكشاف طيب هذا الأمر يحتاج مننا إلى مهارات أليس كذلك؟ حتى يستطيع الطالب أن يقوم بعملية الاستكشاف لابد من مهارات لذلك واحد اسمه دايفيد أوزبيل أوزبيل هذا من الناس لوضع نظرية خاصة في عملية التعلم دايفيد أوزبيل نختم بها هذه الحلقة وهي نظرية جدا رائعة هو يسمى نظرية التعلم المعتمد على المعنى ماذا يعني بالتعلم معتمد على المعنى؟ هي نظرية يقول يجب أن الطلاب عندنا يكونوا معنى للتعلم هو يقول بالشكل التالي في البداية أنا كمتعلم عندي شيء اسمه الواقع التعلم هذا الواقع المتعلم وعندي مأمول الخبرة التي أنا أريده يتعلمها هذا المأمول الذي أريده يتعلمه الآن هناك فجوة ما بين الواقع وبين المأمول هذه فجوة اسمها فجوة التعلم هذا الشيء الذي لا يعرفونه المتعلمين فلنقل عندي أنا الآن درس في الوضوء المعروف عندي الان اول شي اسوي اختبار اسم الاختبار القبلي فاعرف مالذي يعرفون الطلابي عن وضوء فتخيلوا درس في الوضوء للطلاب الصفر خامس الداي هل سيكون للطلاب الماجستير نفس درس الوضوء؟ اكيد لا صح؟ فانا اولا ساتعرف على واقع المتعلمين ثم بعد ذلك سابدأ اتعرف على المأمول عند المتعلمين ما الشيء الذي يجب ان يكون مأمول لديهم ثم ابدأ في المرحلة الاولى هذه نظرية دوفيت وزبيل اول شي ابدأ وكون عندهم المفاهيم ايش المفاهيم اللي تكون عند الدرس للدرس ثم ابدأ اكون المبادئ ايش اقصد من المبادئ؟ ما هي القوانين التي يجب ان يعرفوها؟ ثم بعد ذلك ابدأ اعلمهم على العملية كيف الان نتوضى اشرحها لهم من خلال منظم صوري اوريهم كيف تتم عملية الوضوء ثم بعد ذلك عندي الطريقة تمرين عملي الطريقة وهي عبارة عن تمرين عملي على التعلم هذه الان مستويات انا اسوي فيها تصعيد جوهري من خلال عمليات بلوم تذكروها؟ اللي هي المعرفة ثم بعد ذلك عندي التطبيق ثم التحليل ثم التركيب حتى يستطيع المتعلم عندي ان يكون خبرة اذا الان صار التركيز اكثر ان المتعلم يصبح خبير بعد الدرس طيب ايها الاحبة هل ممكن ان يحصل هذه النقلة الكبيرة في حياة المتعلمين من مرحلة الواقع الى المأمول دون ان يكون عند المتعلمين قدرة على مهارات التفكير؟ اذا لابد من مهارات التفكير عالية طيب سؤال ما هي مهارات التفكير ستكون في درسنا القادم ولا سنعتبرها انها المفاتيح الاساسية لأي متعلم حتى يستطيع ان ينتقل من مرحلة الواقع الى مرحلة الخبرة؟ عندنا المهارات التالية مهارة الاولى مهارة التفسير كيف يفسر الظاهرة؟ عندما يشاهد ظاهرة ما كيف يستطيع ان نفسرها؟ هنا نعلمه التفكير الناقد ونعلمه التفكير الابداعي حتى يكون عنده القدرة على التفسير المهارة الثانية مهارة التلخيص كيف يلخص المعلومات؟ وكيف يستطيع ان ننظم هذه المعلومات على شكل منظم صوري او تلخيص ولذلك في الدرس القادم بذل الله سنتحدث عن منظمات الصورية سنتحدث عن خارطة ذهنية المفاهيمية كيف نستطيع ان نرسمها ثم سنتحدث ايضا عن مهارات التفكير والربط كيف استطيع ان اربط بين المعلومات هذه المهارات الثلاثة سمى مهارات معالجة المعلومات واخراجها اذا هذه المهارات يجب ان تكون موجودة عند المتعلمين حتى تساعدهم عن انتقال من الواقع للمأمول شكرا لكم ايها الاحبة خلنا نذكر ما الذي اخذناه في هذا الدرس ما الذي اخذناه في هذه الحلقة ناخذ التعريف السريع نحن في هذه الحلقة بداية تحدثنا عن الشيء التالي هل التعليم مرتبط بعملية مهارات التفكير وتحدثنا نعم ان هناك ارتباط كبير فرغنا بين التعلم وبين التعليم قلنا ان التعليم هو عبارة عن اكساب وان التعلم هو عبارة عن اكتساب ثم بعد ذلك وضحنا بعض النظريات المهمة في التعلم ثم وذكرنا اهمية ان يكون عند المتعلم قدرة على التفكير ومهارات التفكير العليا من خلال هذه الحلقة اتمنى ان تستجدوا معي الشيء التالي نموا في ابنائكم القدرة على التعلم لا تنموا فيهم فقط القدرة على الحفظ تقبلوا اخطاء ابنائكم اثناء التعلم حبوا ابنائكم كنوا متسامحين معهم اتمنى لكم بإذن الله سبحة تعالى حياة طيبة حياة ناجحة مليئة بالامل مليئة بالنجاح اتمنى ان نشاهدكم دوما وانتم اصحاب مهارات التفكير شكري الاخوة الذين شارقوني في هذه الحلقة شكري لكل من شاهدني شكري طاقم فريق العمل معنا في الاكاديمية على كل الجهود